لفت إدراج نشرته الصفحة الرسمية لقاعدة الوطي الجوية على موقع فيسبوك إلى أن طائرات تابعة للجيش الوطني قد نفذت ضربة دقيقة جداً لأحد مخازن الأسلحة التابعة لما أسمته بجماعات مسلحة رهابية في مدينة غريان وطالب المنشور أهالي المدينة عدم الخوف والقلق بعد تداول استفسارات بشأن أصوات الانفجارات التي ظلت تسمع بوضوح منذ ساعات الصباح الأولى في غريان التي يحاول الجيش الوطني منذ يومين استعادتها من أيدي عناصر الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاة الضربة الجوية الدقيقة أضعفت بشدة تعزيزات هذه الجماعات فأصبحت قدراتها منهارة بعد الضربة التي نفذتها صباحاً إحدى مقاتلات الجيش الوطني بدقة بالغة وفق الإدراج يشار إلى أن قاعدة الوطية تعد نقطة الانطلاق للطائرات التابعة للجيش الوطني في العملية العسكرية التي ينفذها الجيش منذ ثلاثة أشهر في العاصمة إذ قام سلاح الجو في معركة طفان الكرامة بعمليات وضربات جوية كان لها عمق الأثر في ضرب الجماعات المسلحة وإضعاف قدرتها على القتال والتنقل بين المحاور ما سمح للجيش بالتقدم على محاور كثيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية اشتركوا في القناة